ناس كتير حابة تعرف أنت ابتدت إزاي منين وجي يعني جيت منين والأرسرة كان شكلها إزاي أصلا ابتدت أنت وصلت لنا متسبك يعني بتغني حلو قوي متمكن جدا صوتك فيه بحة يعني فاكرة البدايات أنه ملفت للنظر جيه وش طفل صغير وهو فعلا أعتقد أنك ابتدت قوي الغنوة أنت بيبي يعني فبقت عايزة تعرف بالذات الشباب بتاعي اليومين دولة أنت جيت منين إيه المنشأ بتاعك أنا اتولدت في الشرقية بس أنا والدتي والله يرحمك يا ربك والله يرحمه وأبوي كانوا سابوا الشرقية وعاشوا في الأسارين الزوال حمر فأنت عارفة طبيعي خلاص الست حامل فتروح تولد في بيتها بيت مامتها الأرحمة فتولدت هناك وجيت عيشت في منطقتي اللي بحبهم كلهم وصحابي وإخواتي في الأسارين في الزوال حمر أنا بدأت أنا كنتش في دماغ قصة الغنى خالص يعني بس أنا كنت دايماً أقعد أغني ونشس كده وراء الأغاني اللي مش عارف فيه يا الله وسجل مثلاً إيه مقطع في ألبوم كان فيه كاسد بتاع غنوة عبدالحليم واعدتها في أي حاجة واخد السكسيل أخير تعرف بتي بنخلص الغنوة بيقول فأخذ السوكسي القديم بتاع عبد الحليب فاللي خد بله من صوتي كان خال الله يرحمه قال له صوته حلو لأنه كان طول عمره نفسه يبقى نجم ويروح ويقابل المخرجين ويطلع في الآخر الله يرحمه كنبارس كده في مشهد وحاجات كده وكان نفسه يبقى حاجة فسافر بس ألا أنا حاسة أن ربنا هكريمك وأنا عندي تسع سنين بدأت يعني شفت فرح عارفة الأفراح الشعبية عندنا فكان لي صاحبي اسمه هذا واليزيد ده اللي كاتب لي مصطول وكاتب لي ناس عشية ترتاحة بتاع فيلم حلم العمر هو أصلا صديقي من طفولة يعني فعدنا مع بعض فدخلنا فرح قاعد يشد في رجل الراجل اللي هو النبطشي ده يقول لها عش عارف ايه ده بيغني فالراجل ما يشفد ناغه ودربه في وشه بيجلي حكيت حاجة أول ما يشفد ناغه ونازف تقول له بيعف يغني بيعف يغني ونازف نازف في وشه يعيني فطلعني الراجل رحتم غني اول غنوة في حياتي فطلعت غنيت بابا يا بابا عز الحابية الله وعدت غني وفى اللحظة دي الفرح ده كان تحت البيت عندنا وأبويا سمع الكلام الغنوة قاعدت تعرف الأفراح الشعبية يقول لك غني تاني ايه تاني آه غنيت أكتر من 15 مرة فالمره الـ 15 بقي عدت ايه بتشحتف لأن أنا عملا أقول بابا بابا روحتي فين وخلاص كله قلو مات واش عارف ايه لقيت قافة جالي في الآخر فروضيط طبعا هو بالنسبة له أنت بتغني أنا برضو مش بتخيل ابني مثلا عنده ثمان سنين في فرع في حتة ويرجع عزاي يعني أسنى ينزل الشارع دي قصة تانية أنا طبعا في الآن دي بعض أفتكر قول الله يا عينك يا باب جدا آآ آآ يعني الله يعينك اللي إنت كنت إزاي مستحمل ده وخايف بجد كان خوف شديد طبعا تلاقي دي فوق قعد يعني بقى يرقبوني جامد لقى خلي بالكو ويطلعوا له ناس اللي هم اللي سمعوك بقى تحت آآ عن عجيل فنان مش عارف فين وراء ويطلع مرة وشتايبه ومش لغاية ما فيه واحد يعني هو رجل الله يرحمه يعني كان اسمه محمد الخواجة محمد الخواجة ده ده راجل يعني يعني بيقوله بلطاجي آآ فهو كان يخدني الأفراح أروح معاه الأفراح وأنا كنت فرحان جدا بالحالة دي جدا هو يطلع فلوس ينقط فنطلع غني فالنقطة كتيجي كتير فنمسك النقطة في ايدي هو أخوله هو يطلع ويقول لهم ده ابني حماد الخواجة تمام فانا كنت بالنسبة لهم حماد الخواجة في المنطقة كلها محمد الخواجة فنمسك الفلوس في الآخر وأنا نازل فلوس شافها كتير راح واخدني وراح نازل محمد الخواجة يراح واحد مني الفلوس أنا مش يدماغي أنا مش يدماغي فلوس خالص أنا دماغي اللي أنا عمالة غني ففجأة لقيت أبويا في الفترة دي قاعدوا يقول له هلوات ده ابنك ولا ابن محمد الخواجة يعني عارف أنت جاله جات له حالة من ده مش ابن ازاي فدي إشعة سودة عليه طبعا وفجأة مش هانسى المشهد ده كنا فرح هو فضل من رائبني بقى يعني ويا دايما ينام بدري وأنا كنت تنزل من وراهم يعني سامحني يا با على الفترة دي كلها يعني كنت تنزل من وراهم الساعة واحدة واروح فراح اللي كانت ورانا هو فضل مركز مع مين؟ مع الراجل اللي هيطلع ينقض رح مطلع كده فرشة العشرات دي عارفة لما تطلع عنا ابني عام حماد الخواجة هيطلع يا غني فجأة أبويا رح داخل بتديره كدش ومطلع خمسة جنيه ده ابني محمد عبد الفترة ولحظة أنا من ساعتها وحسيت بحزن أبويا في اللحظة دي أقسمت بالله اللي أنا ما اشتغل تاني إنه زعلانا إن ابنه قوي وفجأة كن فقت خدني على البيت وعدت عاية وقول له سامحني أنا مش هعمل كده تاني والله خلاص هو حاس قالوا له زميله في في الشغل طب طالما كده وديه للمنتجين جاء اللي أنا وديك بينا فعلا نروح فكنت أخرج بكسرة خاطر ليه؟ آآ يعني كل من تقول لك لا يا عمد ده صوته كمان أول ما يجيل البلوغة تلاقي الصوته بقى مخنشر وبتبع نعلمش وكان وقتها المنتجين شوية يعني صعبين أوي فكنت أنا أخرج يكسروني كسرة مش هنساها أنا هما فاكرين أنا بيكلمها وطفل عارفة لما طفل قالوا لك يا الله أنا شعر فيه أنا كان بالنسبة لي دي كسرة عشان كده أنا لما بشوف طفل عارف أنه هو إحساسه أعلى من كبير فده أكتر واحد طيب بخاطره جدنا آآ 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 فا دي ما نستهاش لغاية ما أنا جات لحلل لأنا بقرأ أي منتج لو جالي منتج كنت أمسكه رحض فطوبة فش فخدت الكرار وتقول الله خلاص يا بابا أنا مش عايز ولا أشتغل ولا أي حاجة ففجأة لقيت وأنا يعني مش عايز أشتغل فجأة لقيت عم حسن إيش سيمة عن صوت حمادة هلال اللي هو كان حمادة الخواجب فقال لي تعالى أنا أودك لحميد يعني أنت بتحكي لي فيلم على فكرة أو الله ما عملتوش فيلم ده ليه لا والله لقيته أنا لقيته بيقول لي تعالى عاملك قلب هو أودك لحميد الشعري هو يسمحني عم حسن أنا في لحظة دي أقول أنا عايز منك أل بقد أغاني إيه تعايز تضحك هم أنا كل شاكك فيهم فأي حد فالص ما عنديش فهو من كتر ما هو اللحظة دي راح أخدني وروحت الحميد الشعري فعلا سمعيني حميد وقداني لطارة عبدالله شفت ملاك من عند ربنا سبحان الله طارة عبدالله ربنا يبركله ويحفظه دي كانت شركة إيه هايكوالاتي هايو هايكوالاتي صح يعني أنا بقيت بقول سبحان الله هو ربنا بيحوش لإنسان حاجة كده ويعدت حاجات تبقى دمها تقيل العلم عشان لما تشوف الحاجة الحلوة تحس بتعمها فشفت ملاك من السماء والله العظيم عشان كده لغاية وقتنا هذا أنا طارة عبدالله ما سبتوش هوا سيبني ممكن أن أنتج الحاجات لنفسي بس هو عارف اللي أنا بروحش أي مكان تاني حد تاني غيره خالص يعني وكل المنتجين على فكرة بيعني احترموا فيها دي وبقى دقنا يعني هم عارفين العلاقة ما بيني عاملة ازاي وربنا كرمنا مع بعض فعملك على طول ألبوم الأيام؟ لا يعني جربوني شوية مع حميد في غنوة في هاي كوالتي تعرف هاي كوالتي كان ينزل هاي كوالتي أيوة اللي هي كوكتيل كوكتيلات اللي هو ما تنساش تعادي وبرم السلام المهم غنوتين لغاية ما هو بدأ في ألبوم الأيام وكان ما يخلش خالص كان يجيب لي أقوى شعرة كان أول حاجة يعني كان وقتها مصطفى كامل هو ما زال حبيبي من المؤلفين الرحلة غاني بتاعتي معايا يعني مصطفى وكان عصام كريكا ده أخويا يعني اللي وقف معايا بجد ودي ألحانه وكانت الغنوة النجم كبير قوي اه يعني كانت ونجم أنا بموت فيه عارف أنا بحبه جد فما حصلش نصيب هم بيحبوا طار عبد الله هم مش بيسابوا النجم الكبير عشان خطر مين حمد هلال اه لعشان بيحبوا طار عبد الله وطار عبد الله مش بخيل على حد خالص وكان أشرف عبده وقتها كان هو ما كانش حميد الشعير في الوقت ده كان الوقت ده أشرف عبده عملنا الأيام وسبحان الله كانت اللحظة دي بقى ان أستاذ طارق كان فيه ألبوم مهم جدا كلفه يعني معظم فلوسه من دعاية من أغاني كتير من تكاليف كبيرة يعتبر كان فيه مشكلة كبيرة قوي انت جاية الألبوم ده ما جابش فلوس خالص خالص فقالك طب ازاي الألبوم الكبير ده ما جابش فلوس هنزل ده فمصطفى كامل دخل كلف على حسابه غنوة وكان لنزل بحماده وسبحان الله كان الألبوم ده عمل ضجة غير عادية اه ده ده أنا قلت ايه خنارسو بيتكلم على الأيام اه فهي فالألبوم ده عمل حاجة غير عادية رجع الشركة لمكامل عند ربنا سبحان الله كنت صغير يا حماده اه ستتاشر اه ستتاشر سنة اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك